طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمن أكمل طريق السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب نسأل الله سبحانه وتعالى لكم جميعا دوام الصحة والسلامة والعافية هذه الحلقة أيها الأحباب كانت عندي اختيارات كثيرة في أن أتكلم كلام عام ولكن وجب علينا في هذه المرحلة أيها الأحباب أن نكون أقصر شفافية وصراحة مع الجميع لأن احنا متحملين مسئولية كبيرة جدا في هذه المرحلة مرحلة اللي احنا دخلين عليها من عمر الأمة الإسلامية مرحلة خطيرة جدا ووجب علينا جميعا أي حد له منبر يتكلم من خلال هذا المنبر أن يتكلم مع الناس بمنتهى الصراحة نحن مقبلون على أيام نراها قريبة جدا سيهلك فيها الكثير من الناس هذا هو العنوان أنا بقول لك كلام هذا الكلام يبدو لك كلام صادم لأن الدنيا زي ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام خضرة حلوة كل واحد عنده أماني واللي عايز يبني بيت ما بناهوش واللي عايز يعود في شقة تمليك واللي عايز يبني فيلة واللي عايز يشتري عربية واللي معاه ألف عايزهم يبقوا ألفين وهكذا الدنيا زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور فيعني إحنا مقبلين على أحداث هذه الأحداث وصفتها لنا الأحاديث في آخر الزمان والعنوان الرئيسي لهذه الأحداث عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يومئذ قليلون أعداد قليلة جدا وفي الحقيقة المعضلة بتاعة قلة الأعداد بتخليك تفهم معلومة مهمة جدا أن الأعداد القليلة بتختلف تماما عن كل التصورات اللي ممكن أنت تتصورها أنت شايف أحداث آخر الزمان هذه الأحداث بتتخيلها وبتفصلها على الواقع بتاعك اللي موجود وشايفه وعايش فيه ولكن الواقع وقتها هيبقى مختلف تماما أنت عندك أعداد البشرية فوق السبعة مليار أو تمانية مليار مش عارف يعني كان بالتحديد هذه الأعداد للأسف الشديد إما أقول لك أن هذه الأعداد وقت الملاحم هتبقى أعداد قليلة جدا جدا وعندنا إشارات في الحديث النبوية هتبين لنا أن البشرية مقبلة على أمور قدرية كونية لا يستطيع أحد أنه هو يقومها لأن هي تقديرات الخالق سبحانه وتعالى قد تكون الحروب النووية اللي ممكن نشوفها الفترة القادمة قد تكون الأوبئة اللي بتصدر ولكن العذاب الذي أخبر عنه الله أنه يغش الناس هذا عذاب أليم العذاب اللي هيخلي الأرض كلها في حالة من الظلام وتحجب أشعة الشمس وضوء الشمس يحجب بالشهور والناس زي ما ربنا سبحانه وتعالى أخبر في كتابه الكريم يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا نكشف عنا العذاب هوا ده هيبقى الدعاء في ذلك التوقيت آية الدخان التي أخبر عنها القرآن وأخبرت عنها الحديث في اعتقادي هي اللي هتتسبب فيه مش هقول تقليص أعداد البشر لأن كلمة تقليص أعداد البشر أو تقليل كلمة لا تعبر عن الواقع وأنا مش جاي أن أخوفك أو أرعبك ولكن أنقل إليك الصورة الواضحة يعني على سبيل المثال عندنا الرواية اللي بتتكلم عن أكبر ملحمة هتبقى في التاريخ على الإطلاق مع بيء الملحمة بعد الصلح الآمن مع الروم يغضر الروم ويأتونكم فيه سمانين غاية أي راية كل راية فيها اتناشر ألف طيب إما تيجي تحسب اتناشر ألف في تمانين راية هتلاقي الأعداد كام هتلاقي الأعداد دخلة في مليون تقريبا مليون شخص الأحاديث لو ركزت فيها هتكتشف حقيقة مفزعة حقيقة فعلا والله مفزعة جدا جدا ولذلك أنا بقولك شاهد هذه الحلقة واسمع كلامي ده بقلبك قبل عقلك فعلا لأن الوضع خطير جدا إما يكون الروم بأعدادها الكثيرة يعني إحنا قاعدين في هذه الأيام نقولك عداد الروم قد إيه طيب تخيل أن الروم دول لو أوروبا كم تعداد أوروبا الآن أوروبا وأمريكا أنت بتتكلم في 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 تلت العالم مثلا مثلا أنا ما عنديش إحصائيات وأرقام حاضرة موجودة أمامي بس بديك أمثلة ما عنديش أرقام دقيقة فما يبقى الروم دخلين عليك بعد ما يغضروا بتقلهم وعددهم مليون يبقى العدد الأصلي بتاعهم هيبقى كام هيبقى 2-3-4 مليون هيبقى 2-3 أو 4 مليون احسب بقى الأعداد دي مقارنة بأعدادهم دلوقتي هتروح فين هذه الأعداد البشرية دي الأعداد الكبيرة من البشرية دي نهايتها تكون إيه كيف ستكون نهاية معظم البشرية في مرحلة ما قبل الملاحم آية الدخان آية الدخان آية مفزعة جدا لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن يغشى الناس هذا عذاب أليم العذاب يحوطهم من كل مكان والناس يد أرون ولكن خلاص نفذ أمر الله ما فيش مفر من قضاء الله سبحانه وتعالى أنا في الحقيقة والله بتكلم معاكم وأنا متأثر جدا وخايف لأن هذه الآيات آيات مخيفة والله سبحانه وتعالى أنكر على من كان قبلنا في القرآن وقال كلا بل لا يخافون الآخرة ولا شك إن الآخرة لها مقدمات القيامة لها مقدمات ومن لا يخف من المقدمات لن يخاف من الآخرة ومن يوم الحساب مش عايز أطول عليكم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة